موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن توزي اللهب طبعا في هذا المقطع رح أعلمكم كيف تخشون أي مكان مقفل يعني أي مكان مقفل من اللعبة ترى رح أخليكم تخشونه بهذا القليش البسيط جدا هو قليش جدا جدا بسيط وكلكم تقدرون تسوونه وأيضا في هذا المقطع رح نخش لبنت البريثويت المحبوسة في غرفة وأيضا رح نخش لبنت مريم المحبوسة في البيت فرح نخش لهم وندهمهم بهذه الحركة فيلا نخش في المقطع طيب أول شي ترى نحتاج إننا نصيد حيوان متوسط الحجم يعني مثلا زي البانثر أو الكوغر أو الولف أو الذيب أو حاجة زي كده يعني تصيد حيوان متوسط الحجم طيب أنا جبت لكم مكان بانثر وفي هذا المكان 100% البانثر يرسبن وبدحصله في هذا المكان طبعا والمكان رح يكون هنا زي ما تشوفون في الكامبل بالقرب من مدينة رودز كل اللي عليك انك تتوجه لهذا المكان طبعا لما توصل للمكان رح تحصل البانثر هنا زي ما تشوفون في الكامبل كل اللي عليك انك تقتله طبعا اذا ما حصلت البانثر كل اللي عليك الان انك تبعد عن المنطقة وبعدها ترجع لها مرة اخرى او انك تسوي لك مخيم تنام وتصحى الصباح بعد 24 ساعة عشان تتجدد الرسبونات ويتجدد الرسبون البانثر وتحصل البانثر في هذه المنطقة طيب خطوة جدا جدا مهمة خذ البانثر بدون ما تسوي له سكن يعني خلي البانثر بجلده ضروري جدا 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 انك تاخذ البانثر بجلده بدون ما تسوي له سكن حلوين الان راح تسوي لهو سيف جيم او تخزن اللعبة عشان لو فشلت في المحاولة الاولى يصير انت تسوي فقط لود جيم ورح يرجعك من هذه اللحظة وفي هذه اللحظة راح يكون معاك البانثر يصير ما تتعب نفسك وتروح تدور لك على بانثر ثاني يكون خلاص جاهز معاك وتصير انت بس تعيد المحاولة تعيد المحاولة تعيد المحاولة حلوين لا تنسى انك تخزن وتسوي سيف جيم طيب اول مكان مقفل راح نخشوا بهذا الكلتش راح يكون الغرفة الصغيرة اللي خارج منزل البريثويتس واللي فيها البنت المحبوسة المسكينة طبعا اول شي راح تيجي للمكان ورح تطالع في الداخل او تسوي بيك او دائرة عشان ارثر مورغن يطالع جوه والبنت هاجمك وتطلع عدها ضروري جدا بعدها كل اللي عليك انك تسجل المعلومات عن المكان في دفتر ارثر عن طريق انك تضغط الهوة مثلث عشان ارثر يعني تسجل المعلومات اللازمة عن المكان هذه الشيئين جدا ضروري انك تسويها عشان يزبط معانا القليتش الان راح تاخذ جثة البانثر ورح تحطها بهذا الشكل زي ما تشوفون في الجيم بلاي حاول انك توزنها وتحطها مقابل الغرفة وحاول بقدر الامكان انك تحط الجثة زي ما انا احطها بالضبط عشان يزبط معاك القليتش 100% بعدها تعال البانثر من عنده رجوله وسوي له سكن او خذ جلده طبعا ارثر مورغن راح يبدأ يقطع ويجيك الانيميشن هو يتحرك من مكان الى اخر وياخذ سكن البانثر انتظر الين ما يخلص لما يخلص راح تحصل نفسك في الداخل زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا غالبا غالبا ما راح تزبط معاك من اول مرة لانه يبغى لها يعني اكثر من محاولة ويبغى لها اكثر من مرة عشان تزبطها يعني 100% وتقدر تخش لجوه طبعا اذا فشلت وما قدرت تخش لجوه كل اللي عليك انك اللي هو تسوي load game للتخزينة اللي سويناها عشان كذا انا قلت لكم سوي تخزينة جديدة عشان اذا فشلت انت تسوي load game ويكون البانثر معاك وترجع تحاول مرة اخرى طيب خلونا نطالع في شكل هذا البنت المسكينة غيرت رود طبعا اول شي راح تلاحظوا انه شكلها غريب جدا 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 وابدا ماهو زي الناس الطبيعيين وشيء ثاني اللي راح تلاحظوا انه شعرها محلوق بشكل غريب ومريب من الوسط يعني زي ما تشوفون من وسط راسها شعرها محلوق واصلع يعني تحس الشخص اللي حلق لها شخص ما يهتم لامرها ابدا وانما حلق لها بهذا الشكل انتقاما منها وعشان يزيدها قباحة وبشاعة وايضا يعني تحس انه حلق لها بهذا الشكل عشان ينتقم منها يعني تحس هذا الشخص اللي حلق لها بهذا الشكل يكرهها بشكل كبير جدا الشيء الثالث اللي راح تلاحظه اللي هو فمها المتصل مع خشمها وهذا شيء ابدا ابدا ماهو طبيعي وشيء غريب ومخيف ويخلي شكلها جدا بشع ايضا لو تركز اكثر راح تلاحظ انه في العديد من الجروح في جسمها وخصوصا في وجهها وتحس نوع الجروح اللي فيها من النوع اللي ينجرح وينصاب بدون ما يتعالج يعني تحس في شخص يخش لقيرترود ولهذه البنت ويعذبها ويجرحها وبعدها هذا الشخص يتركها بجروحها عشان كذا تشوفها الجروح لحده الآن حمرة وشكلها يعني غريب جدا طبعا من الخارج تحس انها غرفة لكن من الداخل واضح واضح انه حمام يعني للأسف قيرترود وهذه البنت محبوسة في حمام طبعا لها قصة كاملة وقد تكلمنا عنها بشكل كامل وبشكل مفصل فاذا كنت مهتم راح ترك لك المقطع في خانة الوصف ان شاء الله خلونا ننتقل لكيف تخش للبنت مريم اللي في امريلد رانش ومكانها راح يكون هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي طيب لما تجي للمكان شيك على النافذة من هذا المنزل هل البنت مريم موجودة في النافذة او لا طبعا هي تطلع في الليل بشكل كبير جدا وبشكل اقل في الصباح وهذه البنت تظهر من بين الساعة 9 في الليل الى الساعة 12 بعد منتصف الليل طيب لو حصلتها في النافذة كل اللي عليك انك تسوي لك تخزينة او safe game عشان تعيد المحاولات براحتك يعني اذا افشلت او حاجة تسوي load game ورح يرجعك من نفس المكان ورح تكون البنت مريم موجودة في الغرفة فراح انت تحاول وتحاول وتحاول طيب الان رح تيجي للبيت من الخلف وتحديدا من هذا المكان ورح تتسلق ورح تيجي لهذا المكان بالضبط زي ما تشوفون في ال game play طيب لما توصل للمكان ابغاك تركز معايا يا خوي الان كل اللي عليك انك تطلع الكشاف وتطلع السلاح الكشاف رح يكون في يده اليسار والسلاح رح يكون في يده اليمين الان خليك في المنظور اللي يكون في له اللاعب كامل واضح وباين حلوين الان رح تقنص على الارض وتطالع تحت مرة زي ما تشوفون في ال game play ابغاك تأيم تحت مرة وتنزل تحت 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 الين خلاص ما يخليك تقدر تنزل زيادة طيب الان رح تمشي وانت مطلع الكشاف والسلاح زي ما تشوفون امشي 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 اول ما تقرب من الجدارة الاخضر كل اللي عليك انك تغير المنظور للمنظور السلاح فقط او الفيرست بيرسين شوتر رح تلاحظ انه اللاعب قلتش للداخل زي ما شفنا لكن حد الان انت باقي ما خشيت تحرك لأقصى اليمين واقصى اليسار اقصى اليمين واقصى اليسار وحاول انك تخش يعني حاول تروح لأقصى اليمين بعدين اقصى اليسار وفي احد المرات رح تحصل نفسك داخل الغرفة ولما تخش بنجاح بكذا يكون مبروك عليك انت جنب مريم ويغنر الغريبة جدا طبعا مريم قصتها قصة طويلة وكاملة وتكلمنا عنها وفصلنا فيها تفصيل كامل فاذا كنت مهتم رح يكون الرابط في الوصف ان شاء الله قصتها على السريع بنت حبت شخص اسمه جوشوا وابو مريم ابدا ابدا ما كان يحب جوشوا وصارت خلافات كبيرة بينهم فابو مريم قتل جوشوا وبعد ذلك حبس البنت في هذه الغرفة هذه هي القصة باختصار طيب خلونا نجي لمريم ونشوف ايش وضعها طبعا مريم ما تسوي اي حاجة يعني كبيرة او يعني تأشر لك او شي زي كذا فقط فقط بين فترة وفترة تحك عينها ووجهها طبعا تقدر تربط مريم بالحبل نعم تقدر تربطها ولما تربطها رح تقدر تسمع صوتها تعالوا اسمعوا معايا طبعا زي ما تشوفون مريم رح يكون معاها اغراف طبعا لما تلوتها رح يكون معاها شوية فلوس ورح يكون معاها حلق ذهب ورح يكون معاها اكل طبعا مريم لو تعبت وطفشت رح تروح وتنسدح وسط الغرفة زي ما تشوفون في الجيم بلاي والشيء الغريب رح يحدث بعد شوية طبعا زي ما شوفته مريم ويغنر اختفت بشكل غريب جدا وفي ظروف غامضة طبعا تقدر تضرب مريم وتقدر يعني تبكسها وايضا تقدر تكتلها صراحة تصرفات هذه البنت تصرفات غريبة وايضا الغرفة اللي هي محبوسة فيها جدا تخوف غرفة ما فيها اي باب فقط هذه النافذة ولما تنام تختفي شيء غريب جدا وبيت مخيف بكل بساطة هذه هي البنت ويغنر وبكل بساطة ايضا قدرنا نخش لجوه ونشوف ايش وضعها وناخذ معلومات اضافية عنها طيب شاركونا في خانة التعليقات اراءكم على المعلومات عن بنت البريثويت وايضا البنت مريم وايضا اذا واجهتكم اي مشكلة في طريقة الدخول اكتبولي في خانة التعليقات وانا راح اوضح لكم الامر اكثر واكثر واكثر طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان من هذه البنت تدمر لكم الجبهة يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة